وتواصل دولة جهودها نحو تمكين الشباب ومنحهم فرصة للمساهمة في خطة التنمية المستدامة حيث عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وبرنامج شبكة الاقتصاديين الشباب حواراً سياسياً رفيعاً مستوى حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار في أفريقيا وحول المشاركة المصرية في شبكة الاقتصاديين الشباب أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الاقتصاديين المصريين الشباب يشكلون حوالي 23% من إجمالي أعضاء الشبكة من 29 دولة في جميع أنحاء العالم بإجمالي 228 من الاقتصاديين المصريين الشباب من 17 جامعة ومعهد في جميع أنحاء مصر تغطي 10 محافظات بما يضمن المساواة بين الجنسين والتوزيع الجغرافية اشتركوا في القناة